استشهد مواطن بانفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثية الإرهابية في محافظة الحديدة وافاد المرصد اليمني للألغام باستشهاد مدني يدعى علي عواش نهاري بانفجار لغم أثناء عمله بمزرعة في قرية الزعفران بمدرية الدريهم جنوبي مدينة الحديدة موضحا أن الحادث يأتي بعد 48 ساعة على استشهاد إمرا وإصابة ابنتها بجروح متفرقة نتيجة ذخيرة متفجرة في مدرية الحال بالحديدة وذكرت تقارير حكومية ودولية أن ميليشيات الحوثي منذ بداية الحرب التي أشعلتها في البلاد زرعت أكثر من مليوني لغم متعددة الأغراض متسببة بمقتل الآلاف وإصابة آخرين والتسبب بحدوث إعاقة دائمة للكثير من المصابين